أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا في اسم الرب يسوع المسيح سؤال يعتبر من أهم الأسئلة نحتاج أن نجيب عليها لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح نحن نرى أحبائي أن العالم يتخبط في كل مكان في ظلمة في عمى روحي وبالحقيقة أنه النور صار ظلام والظلام نور وصاروا يعتبروا الخير شر والشر خير المر حلو والحلو مر كل المعايير كل المقييس عم تختلف أيضاً نشوف العالم عم بيطلب أو بيقول الله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لنصر فإذا أحبائي الإنسان لابد أن يحصد نتيجة قراراته وإذا العالم أراد أن الله يبتعد عنه ويقوم هو بقراراته لابد أن نشوف أو أن نرى انحلال في المجتمع لأنه مكتوب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية فالسؤال لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح؟ خلي بالك يسوع المسيح ولد في مذود مستعار ودفن في قبر مستعار لم يملك أي شيء بل قال للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار وأما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه ومع كل هذا يسوع الذي ولد في بيت لحم عاش وترعرع في مدينة الناصرة واشتغل كنجار وحجار أيضا ولكن بالحقيقة هذا الشخص أو الشخصية الريفية أثرت على العالم أجمع فالسؤال من هو يسوع المسيح الذي نتكلم عنه؟